أولا نتمنى أن نشاهد مباراة جميلة بين الأشقاء حيث يمتلك المنتخبين لاعبين على مستوى عالمي ويجب على المشجعين تقبل الفوز والخسارة بكل روح ريالية وما يهم أكثر ومتعة متابعة اللاعب الجميل والنظيف فأتمنى التوفيق للمنتخبين منتخبون المغربي والمنتخب المصري الشقيق لكن أي كان الفائز فمبرك أن مباراة الأشقاء لا يوجد بها خاسر المهم لنعود لموضوعنا ما هو تاريخ مواجهات مصر والمغرب في كأس أمم إفريقيا وكل البطولات مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليسي لكم كل جديد هيا لنبدأ يترقب عشاق كرة القدم في الوطن العربي قمة من العيار الثقيل بين مصر والمغرب تجمع بينهما في الدور الربع النهائي من كأس أمم إفريقيا لسنة 2022 تاريخ طويل يجمع كلا المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية جميع البطولات بدأ من سنة 1961 وكانت آخر مبارايته في نسخة أمم إفريقيا عام 2017 إذن ما هو تاريخ مواجهات مصر والمغرب في كأس أمم إفريقيا؟ وقال منتخب مصر مواجهة المغرب خلال ستة مبارايات في كأس أمم إفريقيا كانت آخرها في سنة 2017 فالغلبة كانت للمنتخب المغربي حيث فازا ثلاث مبارايات فيما انتصر منتخب مصر مرتين وتعادل مرة واحدة أيضا ما هو تاريخ مواجهات مصر والمغرب في تصفيات كأس العالم؟ أيضا ست مبارايات جمعت بين منتخب مصر والمغرب في تصفيات كأس العالم لم يفز الفراعنة في أي منها العجيب أن المنتخب المصري لم يحرس أي هدف في هذه المبارايات حيث خسر ثلاثا وتعادل مثلهم أخيرا ما هو تاريخ مواجهات مصر والمغرب؟ إجمالا يبلغ عدد مبارايات مصر والمغرب الرسمية والودية 27 مباراة فاز الفراعنة في ثلاثة فقط وخسروا ثلاثة عشر وانتهت إحدى عشر مواجهة بالتعادل وحسب ما ذكره موقع مختص بالأرقام والإحصائيات التقى المنتخبان في 29 مباراة بشكل عام مع الوضع في الاعتبار مبارتيهما بالمنتخب المحلي وليس الأول في عام 2017 حيث تعادل واحد مقابل واحد ذهابا وما فاز أسود الأطلس بالعودة ثلاثة مقابل واحد نهاية كانت هذه جميع مبارايات المنتخب المغربي والمصري أتمنى أن تعطونا آراءكم في التعليقات من بظنكم سيفوز في مباراة اليوم؟ المنتخب المغربي أم المنتخب المصري؟ وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة